السلام عليكم أحبتي كيف حالكم؟ أتمنى لكم الصحة والخير دوما اليوم درسنا سنتعرف من خلاله على مساء وطننا الجميل هذا البلد الخير المبارك بلد قطر الحبيبة لاحظوا لا شك أنكم عرفتم ذلك من خلال هذه الصورة أليس كذلك؟ درسنا اليوم عنوانه مساء الخير يا وطني للشاعر حصة العوضي لاحظوا هذه الصور، هذه السفن والمرافع، الشواطئ الجميلة، الأبراج الشامخة هل ترونها؟ هذه العملة، لأي بلد هذه العملة؟ ما رأيكم؟ هذا اللباس التراثي الجميل والحفلات المميزة والرقصات التي تجتمل على بعض الفعاليات التراثية وحمل السيوف بماذا يذكرنا؟ بأي بلد برأيكم؟ هل عرفتموه؟ نعم، إنه بلدنا العزيز، بلدنا قطر، أحسنتم يا أبطال لا بد أن نتعرف أولاً على الشاعر التي كتبت قصيدتنا اليوم هي الشاعر حصة العوضي، وهي كاتبة وشاعرة قطرية ولدت عام 1956 للميلاد، عملت رئيسة لبرامج الأسرة بتلفزيون قطر وتتفرغ الآن للكتابة في أدب الأطفال لها عدة دواوين شعرية منها أنشودتي واللحن الأول دعونا نقرأ قصيدة هذه الشاعرة التي عنوانها مساء الخير يا وطني مساء الخير يا وطني مساء الدفء والأحلام والعنبر مساء الورد والعناب والسكر مساء ليس في الدنيا مساء مثله يذكر مساء الخير يا وطنا ويا مجداً تألق تحت ضوء الشمس يجر نهاره الحاني ليبهر كل شوق الأمس مساء الخير مساء الخير قبل الأمس طفت بقلبك الوردي فوق غمامك الأزرق وقد يممت نحو الحب نحو الدفء نحو حنانك الأعمق وقد وجهت أشرعتي بلا مرسى بلا زورق وأنت سبيلي المختار والبحار والربان والنور الذي أعشق فكحل عيني الحير بنورك ملأ وجه الصبح كحل كل أجفاني وأوردتي وأحلامي بفيدي مسائك الأزرق مساء الخير مساء الخير يا عودي ويا مسكي ويا عنبر مساء الخير يا نهري ويا رملي ويا شطي ويا أسماكي المرمر مساء الخير يا ظلي ويا ولهي ويا عشق الذي أثمر مساء الخير مساء الخير إذن الشاعر هنا توجه التحية الجميلة لهذا الوطن وطن الأحلام والدفء والأمن والسلام فمساء هذا الوطن لا يشبه مساء وطن آخر في نظر أبنائه فهو وطن متألق لامع يبهر كل من يشتاق إليه وكل من يعيش على أرضه أيضا فحبه يسيطر على القلوب أينما اتجه الإنسان أينما رحل أينما ذهب فإنه لا بد وأن يحن لوطنه فهو الأغلى في نظره والأجمل من كل البلدان فهو أنت سبيلي المختار إذن هو سبيل الإنسان ومكانه الذي يلجأ إليه في كل أوقاته وفي كل حاجاته فهو كالبحار والربان الذي يقود السفينة ويتحكم بها وهذا الوطن حبه أيضا يسيطر علينا ونوره هو الذي نبصر به جمال هذا الكون فالمساء والتحية توجه له في كل وقت برماله بشواطئه بأسماكه بكل ثمر وكل شجرة تثمر في هذا البلد المعطاق الآن سنتعرف إلى معاني بعض المفردات الجديدة التي مرت معنا في هذه القصيدة مساء الدفء والأحلام والعنبر هذا نقصت بالعنبر العنبر هو مادة ذات رائحة طيبة نعم الآن مساء الورد والعناب والسكر ما هو العناب؟ العناب العناب شجر له ثمار حمراء ولذيذ الطعم أيضاً الآن معنا أيضاً ويا مجداً تألق تحت ضوء الشمس ما معنى تألق؟ تألق أي لمع وأضاء نعم ليبهر كل شوق الأمس ما معنى يبهر؟ ممتاز يدهش ويعجب أحسنتم يا أبطال الآن دعونا نجيب عن بعض الأسئلة حول هذا النص كم مقطعاً شعرياً تحوي القصيدة مساء الخير يا وطني ما رأيكم؟ كم مقطعان؟ نعم ممتاز إنه يحوي خمسة مقاطع أحسنتم الآن لمن توجه الشاعرة خطابها في هذه القصيدة؟ من تخاطب؟ إنها تخاطب من؟ رائع تخاطب وطنها قطر بما وصفت الشاعرة وطنها في المقطع الأخير بماذا وصفته؟ هل تذكرون؟ نعم أحسنتم لقد وصفته بالعود والمسك والعنبر والكثير من الصفات الجميلة الآن معنا هذه الأبيات نريد أن نستخرج منها معاني أو مرادة لبعض المفردات ويا مجدا تألق تحت ضوء الشمسي يجر نهاره الحاني يجر نهاره الحاني ليبهر كل شوق الأمس مساء الخير مساء الخير قبل الأمس طفت بقلبك الوردي بقلبك عفوا الوردي فوق غمامك الأزرق وقد يممت نحو الحب ما رأيكم؟ نريد مرادة في كلمة اتجهت من هذه الأبيات أين هو مرادة في كلمة اتجهت؟ نعم ممتاز وقد يممت يممت أي قصدت أو اتجهت الآن كلمة بمعنى درت دار أي طافة ما رأيكم؟ رائع طفت بقلبك الوردي كلمة تدل على الدهشة والإعجاب قبل قليل مرت معنا في شرح المفردات نعم رائع يا أبطال ليبهر أحسنتم وفقكم الله الآن معنا هذه الكلمات مرسى تألق فيد نريد بداية أن نرتب هذه الكلمات حسب جذرها الثلاث ووفق تسلسل أحرفها الهجائية ثم نريد أن نحدد معنا كل منها طبعا مرسى من رسيا وتألق من ألق وفيض من فيض أو فيض فعلها نريد إذا أردنا أن نرتبها علينا أولا لاحظوا رسيا الراء ألق الألف وفيض ألفا ما رأيكم أي هذه الأحرف يأتي في البداية بترتيب الحروف الهجائية ممتاز الألف لذلك تألق هي الكلمة الأولى أحسنتم يا أبطال الآن ما معنى تألقه الآن ما معنى تألقه؟ أيضا مرت معنا في شرح المفردات الجديدة ما معنى تألقه؟ ممتاز لما معنى تألقه؟ ممتاز لمعه وآضاءه أحسنتم الآن بعد الألف الراء ملفاء ما رأيكم؟ رسيا أم فيضة؟ ممتاز أحسنتم يا أبطال طبعا الراء مرسى ما معنى مرسى؟ نقول مرسى السفن ما معنى مرسى هنا؟ نعم مكان نزول أو توقف السفن نسميه الميناء أو المرفع بقي لدينا الكلمة الأخيرة في الترتيب هي فيضة أو فيض طبعا ما معنى الفيض؟ الفيض هنا إشارة إلى الغزارة والكثرة إذن فيض أي الغزير أو الكثير إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا اليوم أحبتي لا تنسوا واجبنا وهو حفظ المقطع الأول من النص في الصفحة السابعة والثلاثين شكرا لكم نلقاكم بخير بإذن الله